اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه متابعين العزاء كل عام وانتم بخير. اه معدنا مع حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلمات الجغرافية والاستشعر عن بعض. اه باستخدام برنامج الجلوب المبر. اه التطبيق اللي هنشوفه النهاردة مهم جدا خاصة للناس اللي بتشتغل في الهيدرولوجي. اه هنتكلم عن تحليل اه بعينات نظم معلمات الجغرافية. بعينات الارتفاعات الرقمية. عشان نشتق منها المصارف المائية. اه اه او. اه ده نموذج للبيانات اللي هنحصل عليها من التطبيق. اه لو احنا هنشتق اله اه الستريم. ولو اه هنتتبع استريم من نقطة معينة او من خط معين. اه زي ما هنشوف. اه اول خطوة عندنا ان احنا هنروح اه نحدد منطقة الدراسة. اه باستخدام برنامج الجوجل ايرس. اه هنرسم باستخدام الادوات الرسمة في برنامج جوجل ايرس. وهنحدد بولوجون لمنطقة الدراسة. هنخلي بس عشان نشوف المحتوى. اه ممكن كمان نعدل في النقطة بتاعتنا بحيس ان احنا نحدد المنطقة اللي احنا اه محتاجين نشتغل عليها. اه بعد ما نستقر على المنطقة هنحفظها اه معنا عشان نفتحها على هنعمل لها ونحفظها اه باسم اه ونقول له اه ناخدها على طول ونفتحها بعد كده على برنامج جوجل اه عن طريقة دراك والدروب. اه برنامج جوجل ايرس اللي هو اه دي منطقة الدراسة. اه دلوقتي هنحمل اونلاين لازم يكون جاهزنا متصل بالانترنت. عشان نحمل نموذج الارتفاع الرقمي. اللي هو الاس ار تي ام اه سري ارك ساكند. اه اللي هو الوان ارك ساكند. اللي هو تلاتين متر تقريبا. اللي هو ونعمل عشان يحمل لنا المنطقة اللي احنا اقفين عليها بس ما يحمل لناش العلم كله. فيبقى اقل في الوقت واقل في الحجم. اه خلاص هو كده حمل معنا. اه باستخدام ال اه هنختار المنطقة بتاعتنا. اه بعدين هنروح على قائمة اه عشان نعمل التحليل بتاعنا. اه هنلاقي في اه جينيريت ووترشيد. هنعمل جينيريت ووترشيد. اه هنا بنحدد بتاعنا اللي هو خمسمائة سل متصلة. كل ما هنقلل الرقم ده كل ما هنحصل على اه التفاصيل اكتر اعلى. اه فاحنا ممكن نخلي متين وخمسين سل. اه اه لو احنا عايزين نخليه ما يحفظش او ما يشتقش الاستريم اللي اقل من متين متر او مت متر احنا هنسيبه عشان يشتق كل الاستريم وبعدين هنعمل الاريا وهنعمل سموسنج للاستريم بحاجة انه هيدينا شكل افضل. هنا هيكون هو بتاع اه ملف الارتفاعات الرقمي. وهنا هنقول له مش عايزين عشان بتقل البرنامج معنا. اه وبعدين هنروح نقول له اشان يعمل لنا اه للمنطقة اللي احنا محددينها بس. انتظر. اه كده هاشتق معنا الشبكة التصريف. اه زي ما احنا شايفين ديات الاستريم. اه ممكن اه نشوفها في اه بيئة سلاسية الابعاد. اه بيبقى مفاصلين الاتنين واحدة للاريا واحدة للستريم. اه ممكن نعمل اه هدن للاريا هنشوف الاستريم بس. اه ممكن نصهرهم اللي اتنين مع بعض. اه بتبقى نازلة طبعا بالاتريبيوتس. ممكن نستعرضها في فيئة سلاسية الابعاد بحيس ان احنا نشوف شكل هيكون اعمل ازاي. يبقى الحوض وكل حوض من دول بيبقى ليستريم اللي الماية المفروض بتمشي فيه. اه بعدين احنا ممكن نحفظ البعينات بتاعتنا دي بفرمات اه يتوافق مع الجوجل ايرس بحيس ان احنا نستعرض على جوجل ايرس. قلوك سبورت ويب فورمات. ونختار الكيم زد اه فيكتور داتا. نقول اوكي. انا اختار ان هو يعرض لنا الاتريبيوتس. ويعمل لأي اريا اقاف عليها على جوجل ايرس. وبعدين نقول له اوكي. وبعدين نسميها بالاسم اللي احنا عايزينه في المكان اللي احنا عايزينه. وبعدين نعمل اه اول كده حافظها معنا. هنروح على الفولدر اللي في البيانات. اللي امسحتها صغيرة مش كبيرة لان احنا شغلين على منطقة صغيرة. برضو ان تريد درج و دروب ونحطها جوه الجوجل ايرس. هتنزل في مكانها مظبوط بنفس الاتريبيوتس بنفس الستايل بنفس كل حاجة. نستعرض بعض الاماكن او بعض الستريمز. زي ما احنا شايفين. اي حوض من دول بيبقى عبارة عن حوض مقفول بيبقى اي مطر او اي مياه. هتنزل في الحدود الايريا دي. هتمشي في الستريم اللي قدامنا. اه طبعا بيبقى حافظ الاتريبيوتس. اه بيشرك الاتريبيوتس لو انا دست على كلك على اي اه وترشد هنا هيقول الستريم اي دي والنكستستريم اي دي اللي هو المياه هتمشي فيه. بعد كده هتتسلم الستريم اللي بعده. وكل ستريم بيبقى ليه اي دي والانفلو والاوتفلو والمساحة بتاعة الدينجيريا. اه وهكذا كل ستريم بيسلم للستريم اللي بعده على حسب فرق الارتفاعات. اه لحد ما بتنتهي البيانات بتاعتنا او بتوصل لحد البحر لو البيانات بتاعتنا مكملة. اه وهكذا اه احنا كمان ممكن من خلال جوجل ايرس. اه ممكن نقف على اي استريم وممكن نستعرض البروفايل باس بتاعه بحيث ان احنا نشوف التوبغرافية بتاعته. اه زي ما احنا شايفين. اه ده الاستريم اللي قدامنا. هنلاقي طبعا ما هي بتنزل من الاعلى للأسفل. اه مع فرق منسوب الارتفاعات. وبعدين بتسلم الاستريم اللي بعدها وهكذا. اه ممكن كمان من خلال جوجل ايرس نقدر نخليها بحيث ان احنا نشوف الصورة الامر الصناعة اللي موجودة تحت. ونشوف تطابق الاحواط مع اه الصورة اللي موجودة. اه دقة البيانات دي بتاعتها بتاعتها في الاساس على الموزج الارتفاع الرقم اللي احنا مستخدمينه. طبعا كل ما يكون الموزج الارتفاع الرقم يدقته اعلى. كل ما يكون البيانات بتاعتنا اه دقتها اعلى. اه هنشوف مثال تاني. اه ان احنا لو احنا عندنا مكان او نقطة محددة. ومحتاجين نتتبع الاستريم من عند النقطة دي. اه بحيث ان هو اه يتتبع الحركة المياه من النقطة دي. اه ونشوف الاستريم اللي هي الماية هتمشي فيها. ففي الحالة دي بنرسم نقطة عن تريد جيتيزر. وبعدين ممكن نغير الستايل بتاعها بحيث ان احنا نشوفها. اه خليها تلاتة مسلا. خلي الون هازرق. اه دي النقطة اللي قدامنا اللي احنا هنشتغل منها. اه لازم نكون عاملين عليها. وبعدين من الاناليسس تاني ونعمل اه جنريت ووترشت. اه هنلاحز في الحالة دي ان عندنا ده بقى اكتف ان احنا نعمل من 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 الفيتشر من السيلكتيت فيتشر اللي هو البوينت. اه بالنسبة للوترشت اريا وبالنسبة للستريم. وبعد كده هنقول له اوكي. وهننتظر ان هو يخلص معنا. هنلاحز ان هو ابتدى من عنده النقطة بتاعتنا. وعمل كريات للوترشت كالمعتاد. اه بس اعمل اه اه تريس من النقطة بتاعتنا. اه للستريم. اه هالميا هنمشي ازاي من عنده النقطة دي. والدرينجي اريا بتاعتها. والميا هتتحرك ازاي. اه وهتاخد اي استريم. لحد ما هتوصل لنهاية البيانات بتاعتنا. ولو البيانات مكملة هتفضل التريس ماشي مكمل. اه لحد البحر او لحد نهاية المنطقة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. اه بياخد من استريم للتاني للتالت للرابع. اه التطبيق ده مهم جدا للناس اللي بتشتغل في البلايسر اه بالنسبة للتعديد. كمان احنا ممكن نشوفه على جوجل ايرس بحيس ان احنا نشوف البرافايل بس بتاع التريس اللي احنا اشتقناه من عنده النقطة. هنلاقي التريس مستمر. الستريم مستمر من بداية النقطة بتاعتنا لحد نهاية البيانات. وطبعا لو البيانات بتاعتنا مكملة لحد البحر هنلاقي التريس مكمل لحد البحر. كمان احنا ممكن نعمل التطبيق ده على لاين. اه كمان ممكن نرسم خط. ونشوف اه ان احنا لو احنا هنعمل اه اه بتاعتنا او بتاعتنا او بتاعتنا من خط معين. اعملنا الخط نغير لونه ونغير الستايل بتاعه. اه ده الخط اللي احنا عملناه. هنختاره. وكذلك نفس الحكاية. اه هنعمل من قايمة اه هنعمل كريت جنريت وترشد. هنلاقي الاوبشن التاني اتاكتف معنا اللي هو التريس اللي هو فروم لاين سليكتد لاين. وجنريت وترشد. ممكن بس نعمل درو بوكس. بحيس ان احنا نختار مساحة الايلة شوية عشان الوقت. اه نختار وليكن الاريا دي. هنلاقي برضو نفس الحكاية هيشتقلنا الوترشيد. اه بس هيبقى اه فوقس على اللاين بتاعنا اه هيتتبع اي اي مطر هينزل في خلال او على اللاين بتاعنا اه هيتحرق في اي استريم. وهيعمل له تريس برضو بنفس الحكاية اه زي ما احنا شايفين. اه ده التريس بتاع الوتر بالنسبة للخط اللي احنا اعملناه. اه زي ما احنا شايفين. اه ممكن نخفي الاريا. هنلاقي زي ما احنا شايفين قدامنا. اه دية الترينج اريا اللي هينزل فيها المطر. بالنسبة للخط اللي قدامنا. وده الا 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 هيمشي فيه المطر. اه اتمنى يكون التطبيع عجبكم ونشوفكم في حلقة تانية جديدة. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركنا وبركاته. اشتركنا وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة